ليست عواصف أو أعاصير إنها زخة مطر بمعدلها الطبيعي إلا أن السلطات الحكومية والجهات المختصة في العراق لطالما حاولت أن تتنصل من مسؤولية ما تسببت به السيول من أضرار بذريعة أن الأمطار في البلاد فاقت في معدلاتها ما كان يسقط سابقا وأن الإمكانيات الفنية المتاحة لمواجهتها ضعيفة الأمطار في العراق كغيرها صارت تكشف حجم الفساد الحكومي وعمق الفشل في إدارة مؤسسات الدولة وحجم الاستخفاف بحق المواطن العراقي هكذا يشير واقع الحال فما بين مصرع فتاة سقط عليها سقف منزلها إلى غرق مدن آهلة بسكان وانجراف خيام للنازحين وتوقف العمل في مؤسسات حكومية وتأجيل الدوام في بعض المدارس والجامعات نتيجة هطول الأمطار تتكشف حقيقة الخدمات الوهمية التي ينادي بها سياسي البلاد اليوم محافظة نينو التي تشدقت الحكومة مرارا بتحريرها أفادت شرطتها المحلية بأن منطقتين الطيران والغزلان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل تعرضتا للغرق بعد الأمطار مشيرة إلى أن العديد من العوائل التي حاصرتها المياه تم إجلاؤها إلى مناطق أقل ضررا مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت حالة الطوارئ الإنسانية في المحافظات التي تتعرض لسيول جراء الأمطار مؤكدة أن الحكومة لا تملك خططا للتعامل مع الكوارث الطبيعية متهمة نياها بعدم تقديم المساعدات المطلوبة للسكان الذين تعرضت مناطقهم للسيول في السيول وكذلك غرق الدور والمباني والأماكن الأخرى التي كانت تقدم خدمات إنسانية بالنسبة للمواطنين ولم تتقد إجراءات مباشرة من قبل جهات المعنية بالتعامل مع هذا الكم الكبير من سيول وبالتالي المفوضية اليوم أطلقت تحذيرا إنسانيا كبيرا بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية في المحافظات التي تتعرض لسيول هذا هو جزء من واقع الخدمات التي تعمل الماكنة الإعلامية الحكومية على إبرازها للشعب والذي سيارته زخات المطر هباء منثورة هكذا يقول لسان حال العراقيين مع لسان مقالهم وإن لم يتناوله ذلك الإعلام